خذ يا عبدالله خذ قاعدة الإيمان متى ما أطلق قيل هذا مؤمن أي أنه مسلم منقاد طائع مذعن لله لا يشوف إيمانه شيء من شوائب الفسوق والعصيام لكن إذا أقرن الإيمان بالعمل الصالح كان الإيمان معناه التفليق القلبي والعمل معناه الإتيان والترك الشرعي يعني الإيمان والعمل الصالح إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا شمل كل منهم الآخر إذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح كان الإيمان معناه التفليق القلبي والعمل معناه الفعل الظاهر إذا تفرقا كان الإيمان معناه الإيمان مع العمل والعمل معناه ظاهر والباطن عمل الباطن وعمل الظاهر إيب أن يكون هذا معلوما لديك